ما ان تم الاعلان عن نتيجة تصويت حتى عمت الفرحة اعضاء الوفد الملغاشي على الاعناق حمل احمد احمد حتى المنصة كيف لا وهو الذي ازاح عيسى حياته عن عرش الاتحاد الافريقي لكرة القدم منهيا هيمنته على منصب الرئيس لتسعة وعشرين عاما ولسبع ولايات متتالية فاز رئيس اتحاد مدغشقر لكرة القدم بعد نيله اربعة وثلاثين صوتا مقابل عشرين صوتا فقط لحياته الذي بدى وافقا من فوزه حتى اخر لحظة قبل اعلان النتائج في هذه القاعة يجتمع الزعماء والرؤساء الافارقة بشكل دوري لتداول واتخاذ قرارات تساهم في النهوض بقارتنا الافريقية العزيزة ونحن مطالبون اليوم بالمثل من اجل النهوض بكرة القدم وبصفة رئيسة للاتحاد الافريقي لكرة القدم لفترات عدة لن اتساهل ابدا فيما يتعلق بالتقدم والاستقلال والاقلاع والاحترام الواجب في حق افريقيا والافارقة مستقبل الكرة الافريقية يجب ان يصنعه الافارقة انتم اعضاء الجمعية العامة من اجل مصلحة افريقيا منذ شهر واحد فقط كانت التوقعات محدودة بخصوص امكانية فوز احمد وهو وزير سابق للرياضة في بلاده بعد مسيرة متواضعة كلاعب ومدرب لكن المفاجأة حصلت ونال احمد الدعم ليكون الوجه الجديد للكرة الافريقية لفترة اربع سنوات اعتقد ان الامر يتعلق بعملية تناوب عادية تغير في الاجيال ودائما اقول ان الكثير من رؤساء اتحادات كرة القدم يتغيرون في اتجاه الاصغر سنة وهذا يعكس تلقائيا الحاجة داخل الاتحاد الى تغيير الزعامات هذا امر عادي جدا وليس هناك ما يثير العجب في هذا الموضوع وبأديسة بابا كان للوفد المغربي ايضا نصيب وافر من الفرحة بعد ان تمكن فوز القجاع رئيس جامعة الملكية المغربية لكرة القدم من انتزاع مقعد باللجنة التنفيذية للكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم متفوقا على منافسه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد روراوة ظفر القجاع بمنصب مماثل منطقة شمال افريقيا بالكاف بعد حصوله على واحد واربعين صوتا مقابل سبعة اصوات فقط للمرشح الجزائري ترجمة نانسي قنقر